اشتركوا في القناة العلاقة ديالسي محمد بن عبد الكريم الخطابي مع إسبانيا اللي في الأول كانت علاقة طيبة ومبعد توطرت وتحولت إلى علاقة ديال المقاومة ديال الاستعمار الإسباني بالريف العلاقة دياله مع القصر أيضا اللي كانت وحد العلاقة يعني وديا مع المرحوم محمد الخامس وتوترت هذه العلاقة بعد ما جاء الرحل الحسن الثاني العلاقة اللي كانت عند المرحوم محمد بن عبد الكريم الخطابي مع الأحزاب الوطنية وحركة تحرير المغربية وجيش تحرير يعني كانت وحل العلاقة ديال التنسيق وحل العلاقة ديال المساندة وحل العلاقة طيبة بصفة عامة ومن بعد توطرت من بعد الاستقلال هاد العلاقة خاصة مع حزب الاستقلال يعني مجموعة ديال المواضيع قد نحاول نقشها مع ضيف الحلقة سيد سعيد الفر ناشط جمعوي وفاعل في ميدان حق الإنسان سي سعيد الفر السلام عليكم سي سعيد المرحوم وحمد بن عبد الكريم الخطابي كما كتعلمو يعني كنت عدو مجموعة ديال الألقاب زعيم طورة الريفية رئيس الجمهورية الريفية الأمير المغربي كيفاش كتفسروا هذه الألقاب قبل ما ندخلوا لصب الموضوع قبل ما نجاوب على هذا السؤال نترحم على روح هد المقاوم العظيم كما نترحم على جميع شهداء المقاومة المغربية على العموم وشهداء المقاومة ديال الريف تقدر تقول على الخصوص على الخصوص على الخصوص نعم طورة الريفية محمد عبد الكريم الخطابي نهل مجموعة من الألقاب كانوا كيقولوه موليموحند عبد الكريم القيد عبد الكريم حتى ستسميها القيد العبد الكريم كانوا كيقولوها للبه ولكن قطع السنة ديال الناس كيقولوا هل الولدو القيد عبد الكريم المجاهيد بزاة الألقاب وهذه الألقاب ما جاتش غير هكا كوصفي وإنما تفرضات في اللوعي في العقول ديال الناس بالما كان وبالإحترام اللي كانت عنده وبالمستوى العلمي والدراسي اللي تحصل عليه أنا ذاك يعني حاليا يعني في الدكرة ديال المغاربة اللي ساكنين في الريف أو الريافة كما كان قولو يعني من غير عبد الكريم الخطبي ما نظنش كانش شخصية أخرى اللي يعني لما حكي الوعي ديالهم لا في الريف كينين حتى الإخوان ديال والأعمامو ديال عبد الكريم الخطبي ما عمري سمحت كيقولوا الناس مثلا محمد ولا عبد السلام ديما كيقولوا السي محمد والسي عبد السلام و ديما كينوا واحد السي ديال الإحترام ديال المكانة ديالهم إذن كين الناس حتى هما محطار مين في الريف ولا ولكن المكانة ديال السي محمد بن عبد الكريم الخطبي بقات مكانة خاصة مكانة خاصة في قلوب إلى حد الآن يعني أبنعا جد نعم نعم إلى حد الآن أنا غينت كل المشويع للسيرة الداتية دياله بعجالة ونزيد ونطور هذا النقاش إذا سمحت مليمو حند ازداد في أجدير كما يعلم الجميع في أسرة متعلمة ودرس في الأول على يد ديال باباه ونتقل ما بعد المرحلة أباه كان قيد أباه كان أمغار يعني وش كان قيد يعني كما كان نشوف يعني القويات ديال هذيك الوقت في داك الوقت كان يسموه أمغار وكان قاضي حتى هو وكان كأملكة توقع شي شي مشكلة بين الناس كان هو كيعدلهم وكان كان عنده واحد المكانة واحدة شخصية كبيرة حتى هو باباه في المنطقة إذن تربف هذا الإطار يعني ديال واحد العائلة متعلمة واحد العائلة اللي عنده في واحد العائلة لمناضلة يمكن نسميها بعد ذلك صف طباه يدرس في تتوان يزيد يقوي العلم دياله بعد تتوان مشا الفاس القرويين تم زاد قوة العلم دياله واتصل مجموعة من العلماء ودار علاقات على المستوى المغريب بين جميع المناضلين في المناطق ديال المغريب بعد ذلك انتقل المليلية معدرة باش اشتغنت اولا كمدرس وكقاضي وكصحفي في مجلة الاري بي بريكا دي ريف وكمترجيم يعني يعني مجموعة ديالاختصاصات وهنا قد يمكن تبدي واحد الحقبة من تاريخ ديال زعيم المرحوم محمد بن عبد الكريم الخطابي مجموعة ديالمؤرخين كيتسائلوا على هاد الحقبة كيقول لك يعني في هاد الوقيته يعني كان عنده واحد تعامل ايجابي مع التواجد الاسباني في الريف يعني في الاول محمد بن عبد الكريم الخطابي مكانش مقاوم الوجود الاسباني نعم قبل قبل أن نفهموا التاريخ المغرب الأنداك كي كان التاريخ المغرب وبالخصوص الريف نحن نفهمه أولا نبدأ بسقوط لا ننشيش أنا في التاريخ البعيد بسقوط جراندا من النهار لسقطت جراندا من يد المسلمين والمغاربة في سبانيا في الأندلس بدأت سبانيا كاتتماع في المغرب جات الأراضي ديال المغرب الأجزاء من الوطن كاتتسقط بحل الأوراق ديال الشهر تسقطت بادس تسقطت نكور جزيرة نكور تسقطت جمعات ديال الجزر في المحيط وتسقطت جمعات الأجزاء الجهد الناظر وجات اتفاقيات وجات انهيارات للمغرب للمغرب لا أقول للدولة المغربية لأنه آنذاك كانت تسمى الإمبراطورية الشريفية وما زال نقشو هذه المسألة ديال الإمبراطورية الشريفية علاش بالضبط بالنسبة لكم هذا شيء مهم مهم جدا لأنه نفهموا 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 إطار تاريخي لا نفهموا النسق الداخلي للمغرب واش للمغرب كمركاز آنذاك كان عنده حكم على جميع المناطق وإلا كانت ما واحد النوع ديال الاستقلال ديال القبائل يعني لا مركزية هذا المفهوم الحديث يمكن كان مطبق في هذه القطة كما كنتسميه أنتم باستقلال القبائل يمكن شرعية تاريخية هذه اللي كنتسميه شرعية تاريخية أنه تاريخيا كانت اتحاد القبائل هذا الاتحاد القبائل ما كانش دائما تابع المركز كانت تكون عندها علاقة وفاش هذا شيء مهم في هذا المسيرة التاريخية ديال السيمو حمد عبد الكريم الخطابي مهم جدا لأنه باش نعرفوا العلاقة دياله حتى في إنشاء الجمهورية وعلاقته مع المركز وعلاقته مع الأحزاب والمواقف دياله والمشروع السياسي والتاريخي ديال عبد الكريم الخطابي وبشكل عام فلسفة عبد الكريم الخطابي في النضال وفي تكون جمهورية إذن كيفاش كتشوفوا هانتوما كيفاش كان عندهم نظرة للمركز أو للصلاة المغاربة اللي كانوا في ذاك الوقيته آه كيقول لك الصلاة المغاربة مكبلين تكبلوا منهار لسقطات جرانادا هما كيتكبلوا شوية بشوية حتى صدقوا لا حول ولا قوة لهم ما قدروا يفعلوا والو صبحوا آدات في يد المستعمر في يد فرنسا وفي يد اسبانيا علاش الإنزالات اللي عملها المخزن على الشماض المغرب على بقيوة على الحسيمة مرتين على النظر لتنفيذ أوامر من اسبانيا إذن هاد الحكومة المركز كانت تنفيذ أوامر اسبانيا لا حول ولا قوة لها زائد على المستوى الاقتصادي آنذاك الاقتصاد المغرب كان مكبل كما كان مكبل سياسيا مكبل اقتصاديا علاش؟ لأن مجموعة من القروض بريطانيا تنمية الف جنيه استرنيني إذن كان واحد الوضع سياسي متأزم في ذاك الوقت وكان هذا شيء عادي لأن هذا شيء وقام مور المؤتمر دي الجزيرة الخضراء يعني في المغرب كانت عنده التزامات أو تفرضت عليه التزامات مع المستعمير عن ذاك الفرنسي في جمع دي المنطقة في المغرب وإسبانيا في الشمال هادي مسألة في نقاش تفرضت ولا قبل ولا ماشي في المستوى في نقاش آخر هذا نقاش آخر ده باس سيمو حمد الملعب الكريم الخطابي مشالم ليليا وزاد تمك يعني زاد الدراس في الأول واشتاغل يعني كنت عنده حال قابلية التجاوب مع التقافة ومع الدولة الإسبانية نعم هو كان كيقول في الأول كل ما تزد اتصالاتي احتكاكي مع الإسبان إلا وكان كرههم علاش؟ لأن الأطمع دي لهم مش الأطمع دي النقل الحضارة للمغرب ولا الشمال المغرب وإنما أطمع استعمارية واستغلال للشعوب هذا اللي بقى فيه هو وكيقول لك ودي هذا الاستعمار هذا إلا أفغى كيما قال إلا أفغى الشمال المغرب انطورون جهزوه يطور على المستوى عصري مرحبا بيه ولكن بدون استعمار وهنا من اللي كانت الجرائد واحد الجريدة اللي كانت ناطقة في الجهة الفرنسية بالعربية وقد دفع على الفرنسيين هو كان إسبانيا في الجريدة اللي كان يقول له كان يهجم هاد الناس كان يهجم هاد الناس كان يدفع على إسبانيا وكيهجم هاد الناس اللي كان يدفعوا على فرنسا كيف؟ هو حالي في حليح؟ هذا هو السؤال يقول لك كان حالي في الجهة الإسبانية وكانت عنده علاقة مع الجيش الإسباني وكان يقول لك كان مترجم المخابرات الإسبانية إلى آخر هو بالذكاء ديالو يمكن نقول لك جاء قبل عصر ديالو هاد الشخصية تاريخية الفذة ديال محمد المعبد كامل الطابي جاء قبل زمان ديالو كان فاهم الأمور مأي نحية؟ نحية هو كيقول لك كيمكن قول المثال الشعبي نوصله ما فرح تبب دارو؟ هاد الإسبان كيجيوا جاءوا باتفاقيات مع الدولة المركزية ويجيوا كيستغلونا هنا كيديو الحديد كيقمعونا الناس هنا كيتخلوا في الريف كيديروا اللي بغاوا بغاوا يستعمروا احنا نقول لهم كفا كفا بغيتون مشيوا القدام مرحبا بكم بغيتون ولكن شمن نقطة ليفضت؟ هاد الشيء روستو إلا بعد نصور فين بانت المواقف الصحيحة أو المواقف المبدأية على الوطنية الموحمة عبد الكامل الخطابي في تصريح دياله في الحسيمة من اللي جاء في حسيمة 1916 وكانت سجن من قبل عام من قبل كانت سجن في 1915 لجاء الحسيمة داروا واحد تصريح تمعن مع الممثيل ديال السبطاني في الحسيمة أقل لهم هذا المساء أنا كان في الضل كانت من تنتصر ألمانيا وتسقط فرنسا وقل لهم وحدرهم أن هاد الشيء اللي كنشوفوه ديال تقدم ديال الجيوش ديالكم في الشمال في الأراضي المغربية في الوطن ما نقبلوش وتعمل بمنطق عدو العدوي صديق أه بهذا الموقف دياله تسجن بعد استجن دار المحاولة ديال الهروب تشد ولكن في الثاني 1916 وطلق صراحه من يطلقوه عادي يعلن على الموقف دياله صحيحة تجاه الإسبان جال بابه مع بابه في ذاك الوقت 1916 داو كيمشوا تسوق كيديروا البراح كيديروا مع الناس يحاولوا ذاك الحيقة اللي كان بين القبائل وبين العائلات يقضيوا عليه يوعيوا الناس حتى تشكلت واحد الوعي لا أقول وعي جانيني عند الريفيين وإلا ما الوعي الجانيني للدفاع عن الوطن ولا المقاومة كانت ما من قبل كان وعليش توحدوا على الشخص أو على العائلة دياله عبد الكريم الخطابي هذا هو الأخوة السمية يعني أنا نظر ما كان شو القاضي الوحيد بابا كما تقوله ما كان شو القاضي الوحيد في المنطقة للريف ولكن لماذا العائلة لدي الكريم الخطابي كان عند هذا الصوت وهذا القابلية توحد القبائل حولها نعم نعم ما توحدوا على محمد الكريم الخطابي كانوا توحدوا مع بابا في اللول وبابا من شل التفرسيت بابا كما تعرفوا مات في التفرسيت في 920 مات في التفرسيت من هر لي ما مات بابا هم القبائل وبالخصص قابلة بني ورياغل بيعات ولده محمد الكريم الخطابي ما هو ليأخذ زمام الأمور في المقاومة والجهاد ضد المستعمير وأول ما قام به كما قلت هو تعيدي الناس وذلك البغائد اللي كان بين بين القبائل والعائلات قضى عليها ودار الاجتماع في مزورا مع إمغارا مع قوات القبائل ومشايخ القبائل ومقدمين القبائل باش يتوحدوا على كلمة واحدة وهي دفاع عن الوطن ودفاع عن الريف وبدأت المقاومة ضد المستعمير الإسباني نعم نحن نجاوزوا وقعت معركة أنوال كل شيء يعرفها هذه المعركة الشهيرة لا لا باش نزيدوا القدام لا معركة أنوال بزاف ما فهموا أش علاش كان عند هدك الزخم دي المعركة أنوال علاش منين جاو دك دك المقاومين المقاومين ثمرة وديروا في ما مهام ما شي هي متصروا على واحد العدد كبير من الجيش الإسباني نعم هو محمد الكريم الخطابي نقل القيادة دياله من قبيلة بني ورياغل الجبل قامة في تمسامان لأنه كان تقدم دي الإسبان وصل تم قبل الجبل القامة وتم أول معركة دارها ما كانوش بزاف بيهم كان المعركة اللولة كسب ربحها معركة ضهار ضهار وبران وملي ربح هذه المعركة هذي كسبوها المجاهدين زادوا القبائل بيعوا توحدوا وملي كسبوا ملي انتصروا في المعركة أنوال وزادوا في اللول كانوا غير قبيلة بني ورياغل وتمسامان وبنو توزين ولكن كائنين في هذه القبائل الناس اللي كيتعاملوا مع الإسبان كيقولوا لكودي هذي العتد العسكري هذي القوة ما نقدروش نتحدوها كان العمالة تقولوا ما هذا القبائل اللي كانوا كيتعاملوا مع إسبانيا ماشي قبائل كان عائلات عائلات كان عائلات كان أشخاص كانوا كيتعاولوا ما اسماء معروفة ما نقولش الأسماء لأنها تحرج بعض الناس هذا التاريخ التاريخ ولكن نسمي التاريخ بشكله السياسي ولا بشكله العسكري حانا قد نزيده دابا وقعت المقاومة إلى آخره وكان عنده واحد صادة كبير المرحوم ومع الجيش دياله وصل إلى أبواب المليلية ومدخلش يحرر المليلية لماذا هذا هو السؤال؟ نطرحوا واحد السؤال أخو بلن نفهم هذا السؤال بلن نجوابه عليه تفضل ما عمرك فكرتي لماذا محمد العابك المخطابي والله أبدا لم يكن حتى مدينة المدن كمدينة ما عمره لمش أحرر مدينة مازال لماذا؟ تطوان ولا لم أحررها وماذا كان لديك المدن محصنين من طرف الجيش الإسباني لا هنا اختلفوا مجموعة من نختلفوا الفقهاء الفقهاء كما يقولوا شيء واحد يقول الكودي هو قالها قال الكودي ما ندمتش علش ما تخلتش المليلية لأنه كان عارف الجيش ديالي في ذاك الوقت كان غيقتلوا المدنيين وهو كان قاضي ويقال أنه كان بديراية بمليلية كيعرف بزاف للناس كيعرفوه بزاف ماشي خاف من المغامرة بش يربح المعركة خاف من بعض المعركة أولاً بش يموتوش المدنيين حفاظن على أرواح المدنيين وتانياً خاف من فرنسا وباقي الدول الأوروبية لي ممكن تجمع تجتمع وتجمع عليه وتقضي عليه هذا الشيء اللي يقع من بعد ما تعتبروش هالشيخ هذا كان من أول أخطاء ديال السيم محمد الكريم الخطابي أنه ما تدخلش لمدونه ومحررش مليلية وده كان دفعوا التمان بين أقوصين نعم هو أولاً بالنسبة لكم أنتم محمد يكون يعني ما ممكن يرتكب أخطاء استراتيجية الحربية والسياسية نعم رأيي ديالي ديال محمد الكريم الخطابي ماشي استراتيجي هو ماشي مغامر كل مسألة كنتمشي بالحسابات ملقى الإسبان ملقى الإسبان نديروا معاهدة فهذه المعاهدة هذي نخليه الكمبلايس في نتومة ولكن ما تزيده حتى قدم في الأرض الجديدة ديال المغرب أرض محررة أعم أرض محررة بقاوه مثلا بقاوه في مليلية وقاوه في سبتاو ولكن قدم الله هذي استراتيجية واش هذا هو المبديئ دياله الوطني لا أظن هو كان مازال كيكون النواة كيكون الجيش كيجمع القبائل كيقوي كيجمع السلاح تقولوا الظروف تاريخي لذيك الوقتاء هي اللي فرضت عليها هذه الاستراتيجية أنا برأيي الشخصي ماشي خطأ وإنما كان ذكاء لرجل سياسي وعسكري استراتيجي هو أول واحد اللي يقول له اللي اختار ما يسمى بحرب العصابات أو إطار المقاومة نعم واستفدوا منه وإنما كان هناك طوار آخرين مثل فيتنام ماوت سي تونغ في الصين شي كيفارا أنا أتأسف أنا شخصيا وكل الناس شخصية الناس شرفة تنتأسف يقول لك كيف شهد المقاومة هذا الرجل الوطني الذي يدافع الوطن وقدم لا أعرف هذا الشهداء وقدم حياته للوطن ومعطرفوه معطرفوه شخص في الداخل واعترفوه برا هو كان عنده وزن خارجي هو خلط الأوراق ديال العدو خلط الأوراق ديال فرنسا واسبانيا في جميع المستعمرات ديالها واعترفوه جميع اعترفو به كشخصية وازنة وراجل اللي اختار حرب العصابات الراجل اللي كي يبدأ من السفر على المستوى العتد العسكري ولكن من القوة على المستوى الاستراتيجي باش يوصل واشنه هي القوة دياله ما كانش عنده في الول عتد عسكري شنه هو القوة دياله اللي سمحت له انه هو والأب دياله والله والعائلة دياله يوحدوا ويقنعهم انهم يقاوموا عن الجيش كبير وقوي الستيتجججي لو ستعرف أنه كان بدراية بأسرار سبانيا الأسرار المخابراتية والأسرار العسكرية كانت لديوا علاقة مع المخابرات إلا كان المطرجم كان المترجم بالعسكر ديال إسبانيا في مليلية وكيعرف الخبايا ديال هاد الناس وما ننسوش أخوته كانوا كيدرسوا في إسبانيا وما كينسوش هاد العلاقة بحال بابه كانت عنده علاقة مع الإسبان قبل ما يثور عليهم إذن هو عارف هاد الخبايا هاد وعليش قلت قبله هو سبق المرحلة دياله الزمنية هو جامش في وقته في جملة علاش بالنسبة لكم سبق الفترة الزمنية دياله نعم أفهم لأن ما تسبق المرحلة ديالك حتى تفهم الواقع الدرس الواقع وحلوا وفهموا وعندوا أجوبة غدين نستمروا شوية إذن تحالفت إسبانيا مع فرنسا فرنسا جندت 400 ألف جندي الأغلبية ديالهم مغاربة وإسبانيا جندت أيضا 400 ألف جندي تهومة ولكن هادو 400 ألف مغاربة ديال فرنسا هو اللي يخل المرحوم يقول بإنما كان الإنهزام من الداخل خلافه حلوقت يعني شابينما المغاربة هذوك 400 ألف كانوا يقدروا يحروا المغرب كانوا يواجهوا فرنسا نعم كان الغدر هذو السؤال اللي بغت نطرح لك واش هذو كتحالف كان فقط فرنسي إسباني ضد عبد الكريم الخطابي كان هناك الغدر وشكون لدار هذو الغدر وهذو الضغينة هي فرنسا فرنسا شنت حرب إعلامية على موحب عبد الكريم الخطابي كقوة ثالثة هو كان عرفها كان واعي بالإعلام كقوة ثالثة وحتى هو التجأ عندها حتى هو ديما كان يلتجأ للإعلام كان صحفيين إنجليز صحفيين أمريكا صحفيين حتى بعد بعد انهزامه مثلا بين قوسين أبقى هذك الاتصالات بعد ولكن السؤال اللي ترحت لك واش كان تحالف فقط فرنسي إسباني أولا كانت جهات أخرى من داخل المغرب فهمت سؤال ما شو في تونس فهمت السلطان السلطان المغربي شكون هو آنداك في أي مرحلة يوسف يوسف كان حتى هو هو اللي قال هو اللي قال لفرنسا لهزمات محمد الكريم الخطابي آره خلصتونا من هذ الفتان إذن كيف يعقل موتقى أبو الله يعني بعض الإشاعات اللي كتحاول دائما تقول بإنما كانت العلاقة بين القصر أنا داك أو بين الصلاة المغربة والطورة الريفية كانت علاقة متوترها يعني أتش اللي بغنا نعرف هو في الحقيقة وتصرها الاستعمار بزف والسلطان والله المركز كان مكبل كان عنده اتفاقيات ما عنده ما يدير لا حولة ولا قوتين كما قلت قبل ما عنده ما يدير عندي الاتفاقيات وكينفد الأوامير ديال المشتعمير محمد عبكين الخطابي كان عنده مشروع سياسي آخر الحق في الحرية الحق في الدفاع عن الوطن الحق في الإعدالة الاجتماعية الحق في طرد المستعمير كل شيء أشيب إطار الجمهورية الريفية لإنشأها نتكلموا عليها شوية إلا بغيتوا يعني دونك خلق جمهورية الريفية وش مكتشوش بإنما بدت هو كساهم أو لكن غادي ساهم في تقسيم المغرب أنا داك وكان كيختم ضد الوحدة ديال الوطن أو إذا كيختم مصالح ديال فرنسا خويا نقول لك واحد الحاجة من اللي تشوف واحد لي كيقول لك كان مثلك في الوطن وهو ضدك واش تصفق ليه ولا تدفع للوطن ولكنتما عاد كتقولوا بإنما دك يعني ضرفية تاريخية معينة استعمار المركز مكبال ولكن الشعب لم يتفق ماشي الشعب ليدال الاتفاقية اللي يسنال الاتفاقية السلطان اللي يسنال الاتفاقية إذا ما الشعب الشعبي يدفع لبلاده يدفع لأرض ياله الاتفاقية في إطار ظروف تاريخية معينة يعني ضعف الدولة المغربية تفرضت عليها على دك شي قلت لقبلة الضعف واش كانت ضعفة ولا ساهمت في الضعف منيها جهة الضعف إذا إنشاء الجمهورية الريفية بالنسبة لكم يعني قراءتكم واش كانت شيء يعني إيجابي أو لا نعم كانت يعني بداية طموحات أو لا خلقوا هالفكر قدروا نقولوا يعني انفصالي متانا نعم لكي نحتى الآن متانا الجمهورية الريفية استغلوها الفرنسيين باش يجندوا هذة 400 ألف اللي هدرتي يعني هذة ضد عبد الكريم الخطابي استغلوها إعلاميا هو عبد الكريم الخطابي قالها الجاردة مصرية في الوقت اللي كان في مصر قال لك ما عمري كانت عني شي أطماع في العرش ولكن فرنسا قالت للسلطان هذة السيد هذا بغى ياخد منك العرش تمكن ما كانت عنده أطماع في العرش وكانت عنده أطماع في الأرض كان بغى ياخد يعني الريف ويفصله على باقي المغرب هو وطني لا يؤمن بالحلول الترقيعية ولا أنصاف الحلول إذن علاش بالنسبة لكم مثلا شأل جمهورية الريفية من ما كانت عنده أطماع الجمهورية الريفية جاءت لظروف سياسية كان في ذاك الوقت لابد منها لابد علاش باش تكون عنده هو يزيد ناضل يمشي له قدام في الدفاع على الوطن قصد تكون عنده الشرعية التاريخية والسياسية والعسكرية هذة الشرعية الشرعية التاريخية قال لك أودي هذة الجمهورية دارها من اتحاد القبائل الريفية وهذه هذة القبائل أعطاها تستفى الشرعية والديمقراطية أول من دار الجمعية الوطنية واحد عبد كلم خطابي أول من نادب بدولة المؤسسات واحد كلم خطابي أول من قال مساواة الاجتماعي واحد كلم خطابي إذن دولة ديمقراطية عصرية نادبها علاش علاش باش يخلق الجو السياسي لا على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي باش يحرر المغرب وماشي غير المغرب هو كي يقول لك قصنا نحر جميع أجزاء المغرب شنو كنت عندو العلاقة مع العرش ولا مع القصر أنا ذاك كما قلت باباه كانت عندو علاقة هي علاقة القبائل المغربية أنا ذاك قبائل الريفية أنا ذاك كانت ديمة في المد والجزر من كي يجي العرش يقول لك تخلص هنا الضريبة كين القبائل اللي كيمتنعوا كين القبائل اللي كي يخلصوا لأن محمل عبكي مخطابي علاقة أراضي السبا وأراضي المخسن هنا هنأتنمشوا يعني من بعد من التعتقل وتنفاف في جزر لغيونيون من بعد كانت السلطات الفرنسية السمانية قادت تأخذوا الفرنسا وداز على مصر وقف مصر قف القاهرة واستقبلوا الملك فاروق أنا ذاك قال لك أحسن الاستعمال أحسن استقباله وزعمه وهداله قصر ولكن ما بغاش يسكن في القاصر المهم كانت عنده واحد الوجود في القاهرة واحد وتمك عاود السيت ديالوزات انتلاق من القاهرة والصحف كي يكتبوا علي وكوة الوطنية أنا ذاك وكل شي كانت كترحبت منه وكانوا كيسميه الأمير المغربي وفي هذه الوقت يعني وقى واحد اللقاء بين المرحوم محمد الخاميس ومرحوم محمد البنديل 1960 بالضبط 1960 إذن على قنا كان متوترة محمد الخاميس مشا عنده واستقبله وكيما يوقع أنا كان شوفوا صور شفنا صور ديال المالك فاروق مع محمد بن عبد الكريم الخطابي كان شوفوا صور ديال اللقاء اللي كان عنده مع محمد الخاميس أنا داك يعني كانت علاقات وديا مع محمد الخاميس كان هو محمد عبد الكريم خطابي ما كان حاقد على شي شي مغربي هو كان الحقد ديالو على المستعمير كي يقول لك آفة العصر هو الاستعمار عادوي هو الاستعمار أينما وجد ما شغير في المغرب العادو ديالي في العالم هو الاستعمار قصنا نقضيه على هاد الأفعال هاد المرض اللي كي يستاغل الشعوب ولي كي يخوض حيات ديال إذن هو ما كانش حاقد للعرش وطال العرش ما كانش حاقد للمحمد بن عبد الكريم الخطابي اللي نوقع لقاء وقال لك بينما المحمد الخاميس كان خصص للمحمد الخاميس في ذلك الظروف مشي عندو رغما عنه لأن كيف يؤقل العالم يعترف بهاد الشخصية النادرة والمقاومة وانت كمغربي كتقول كالسلطان وما تعترفش به كان مرغم يمشي عندو إلا كان كيدير السياسة وكيدير السياسة ومشي عندو استقبلو ولكن ما بعد الاستقبال شنه يقع يقال ولكن ما عندي حتى شي حاجة شتقرتها بين قوسين في الكتور أن محمد الخاميس تافق مع محمد الخطابي تافق معه باش يرجع المغرب آخر جوندي للمستعمير من المغرب نرجع وخصص لمحمد الخاميس واحد النفاق كما يقال وبعد حيدها لحسن التحني على الموقف ومن الدستورة ومحمد الخاميس مات قبل ما يتحقق هذا الحلم ذي الرجوع على الكتور من الخطابي بهذه الشورة التي قلت لك وتانيا لكن من السهل تقول أنا ما نرجع حتى يخرج الاستعمار يمكن كان من الاحسن ترجع من كتبك الاستعمار في التعبئة أو في المقاومة هذا المسألك يقول الأحزاب اللي يسميها الوطنية هم يدير واحد السياسة نعم وصلنا الاحزاب الوطنية مهم هم يقول خود وطالب خود وطالب كما يدير تدير الدول المستعمرة المغرب مع الأسياد ديلا مع فرنسا مع اسبانيا خود هذا الحق وشوف شئ حاجات جي ومبعد وعمل كما تتخبر ألا كان إنسان موقف كما قلت لك ما كيقامنش بأنصاف الحول هو من كان في مصر وكانت أدل الاستعمار في المغرب وكانت مقاومة وكانت جيش تحرير شمال على الأقل اللي كانت عنده معه مثلا أعضاء جيش تحرير ولا حزاب الوطنية في المغرب أنا داك وش كما كان قوله نساحب من الحياة السياسية ولا بقاعد يعني على الاتصال بالوطن الأوم وبالريف وبالمقاومة المغربية محمد العبد كيم الخطابي كما قال هو والجاردة المصرية مع مرونسح من الحياة السياسية وخملي كان في جزر ديال لغيونيون ديما قلبه في الوطن دياله كما يقول لك إذن كيف كانت تحرير العلاقة كيف كانت تحرير العلاقة وش كانوا كانوا عنده الناس دياله هادي باينة شكون العلاقة مع الأحزاب أنا داك شكون هادوك الأحزاب مش عندوشي واحد في جزيرة يزوروا في جزيرة لغيونيون زاروا في القاهرة لا 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 في جزيرة لغيونيون زاروا في القاهرة المصلحة ديالهم أبغاوا كما قال هذا الشخصية التاريخية نستغلوها هذا الشيخ الهارم نستغلوه في المصائح نستغلو السورة والتاريخ السمعة السمعة ما تحدث كانت تكلموا هناك على الأحزاب الوطنية أو الحزب الوحيد الذي كان معرف أنا داك هو حزب الاستقلال وما كان حزب الاستقلال أنا داك كان الحزب الوطني وكان الحزب طريس على الفاسي وحزب ديال الوزاني ثلاثة ديال الأحزاب في المغرب بني كانوا في داك الوقت اللي بيننا في الساحة كيقولولك نحملو المشعال ديال المقاومة ديال المستعبير ولكن بشكل سياسي وهنايا صراحة كان نتساءلو كان تساءلو من لك يقول ما كيقولولك هذي الأحزاب نستمرو في المقاومة ديال المستعمير ولكن ما كيعترفوش بالفكر والتصور ديال اللي عبد المخطابي ألش لنا بالنسبة لكم كيش كلالهم خطار كان هناك صراح سياسي صراح سياسي هو هو محمل كي مخطابي وخا كان في ميصرا كان في ميصرا وكانوا كيخافوا منه وش كيخافوا منه غير لأنه عنده حضور في المنطقة الريف أولا لأنه كان عنده أتباع دياله في المغرب لكي مثلا يأخذوا الأفكار ديالهم الإيديولوجيا ديالهم من الفكر ومن الممارسة ديال السماء على جميع المستويات وما عندهم المصالح لأنه كان لديه الناس دياله وغير في الريف أولا كانوا عنده أتباع في المغرب داخل مثلا كانوا بالخصوص في الريف وما ننسوش أن الضربة دياله محمل زياني في الجنوب الفرنسا ولا الضربة دياله محمل كيخطابي لإعطاء سبانيا والإحتكاك دياله الحربي مع فرنسا أنا دك في النهاية 26 ما ننسوش إليك تشكلوا واحد الرأي الوطني للمقاومة الاستعمار حتى في هذه الأحزاب اللي كانوا عندهم النهج الخط السياسي الخط الرهان على الحوار الرهان على الخرج السامر بطريقة سلمية بطريقة سلمية الرهان السياسي القواعد ديالهم ما كانش متفق معهم مية في المية باش نحاول نسرعون نحاول نختمو هذه الحلقة لأنها هذا تاريخ وما يمكنش نخصوه في حلقة ديال 20-30 أو 40 دقيقة دابع من من خدال المغرب الاستقلال دياله وخروج لاستعمار الفرنسي والإسباني علش محمد ما رجعش المغرب قبل ما نجعوب على هذا السؤال كيخدال المغرب وشكون لي طالب هاد الاستقلال بين قوس دابع خدال المغرب سياسي نرى مستقل على فرنسا لماذا لا ترغب ويساهم في هذا الانطلاق الجديد ديال المغرب شوف أستاذ تيجاني المهدي بن بركا هو قال لكم الهرب ديال إكس ليفان من المشاو هم طالب لاستقلال داخل الانتقلال أو لاستقلال هذا الاستقلال داخل الاستعمار وما ممشاوش يتحاور على الاستقلال مشاو يطالبوا الرغبة ديال الفرنسا إلا أعطتهم شي هاجة ولكن دابع أعطتهم أعطتهم لأن خايفة من جيش تحرير خايفة من عقليم خطاب هذا نقاش آخر دابع دابع سياسي المغرب يأخذ الاستقلال دياله علش سي محمد ما رجعش علش واش خايف أنه يرجع مثلا عنده كانت مكشي سراعات ولا خايف على رسول ده السؤال أين استقلال هو رجع المواقف أين هو الاستقلال ولكن بالنسبة للمحمد ما كانش مغرب ما أخذش استقلال دياله ما كانش لاستقلال تكش غير شكلي وصف ما قال لك أريد أن تخرج من الباب وتخل من النافذة مليقى لك 56 الاستقلال القواعد الفرنسية والقواعد الأمريكية كنتش إلى حد الآن إلى حد الآن إحنا ياه في المغرب يعني بالنسبة لي القرار القرار ما تاخده حتى تشاور مع صفارات والقنطولية يعني هذا استقلال شكلي وباقي الاستعمار موجود طريقة أو بأخرى وبالنسبة لي هذا يعني موقف سياسي لما أرجعش للمغرب هذا الشي اللي يمكن ما قد تكون هو دافع على واحد القضية ما أصلش المستوى ديال ذاك شي الأهدف دياله ويحقهم ما أصلش ليحقق ذاك الاستقلال التام والكامل ما تحقق الموقف يعني من بعد راحي المرحوم محمد الخامس جاء الحسن الثاني سدات الحكم ما كان عنده العلاقات اللي كانت عنده مع سي محمد بن عبد الكريم كيف كانت كما قالوا الحسن الثاني كان كيمجد ليوطي على محمد عبد الكيام الخطابي هو قل لك في الكتاب في الكتاب دياله حياتي ولا سأسمي ديالك لك الكتاب الحسن الثاني حيات الحسن الثاني اه هو قل لك وطر البلد وغير المغرب فيه المدون فيه المواني وفيه العمال وفيه هادي وذلك راجع لدك الرجل لدار رايا المغرب داها من الخماسية السوداسية كيف يعقى الرجل وطني ضح من أجل الوطن ما دمجوه ما اعترفو به في البرامج الدراسية ورف التاريخ في المغرب وكي يعطرفوه بليوطي بفرنسا لأن فرنسا كان سيدة الموقيف الحسن الثاني كان أحسن وخادم لفرنسا لماذا؟ لأنه هناك في المغرب الذي نسميه المخزن والمخزن هي تقاطع المصالح بين القصر وبين كبار ديال وخادمك علش بالنسبة لي كانت عنده موقيف عدائي المحمد بن عبد الكريم الخطبي دستور علش يلا لأنه محمد بن عبد الكريم الخطبي رفض دستور دستور الول يقترح الحسن الثاني هو بالنسبة للحسن الثاني كيشوف هذا موقف عدائي كيقول لك هذا أول علاقة سياسية مع هذا المناظر وكي يرفض للدستور ديالي يعني هذا موقف سياسي تهوي يعني منحقه يأخذ موقف ضد محمد بن عبد الكريم الخطبي حسن الثاني هو قال بالدستور السياسي وباه محمد الخاميس قبل ما يموت في واحد الخطاب في الشمال في طانجة ولفتيطوان هو قر قال لك بالدستور الديمقراطي فهمنا غير هنية بين الأب والابن كان مصالح سياسية هنو أنه وصلنا لختم هذه الحلقة وأستسماح لنا كان بزاف ما يتكال هضرتنا يعني هذه المرحلة التاريخية كاملة دابا حاليا ما قلت قبلة يعني في العهود القديمة ما كانوش كيعطو قيمة لهذا الزعيم ديال الحركة الوطنية ما كانوش كيتكلموا عن المقرارات الدراسية ولا في الإعلام الرسمي دابا حاليا احنا في 2013 شنو هي المكانة ديال سيمو حمد بن عبد الكريم مخطابي يعني في الموقع الرسمي ديال الدولة الموقع الرسمي ما زال يراوح مكانها ما زال ما تبدلش إلا في كيزو قوصها في ما تبدلش ولكن أنا شخصيا الحمد لله كنشوف الموقف ديال المغاربة طور بزاف وتفهموا وقراوا هاد التاريخ ديال الريف وفي المستقبل إن شاء الله يتفرض ماش يتعطى يتفرض على الموقف الرسمي باش يتبنى تاريخ سياسي ديال محمد عبد الكريم الخطابي والتاريخ العسكري والتاريخ ديال الريف بأكمله كانت يمكن هدي الكلمة اللي كتختم هاد البرنامج كنشكرك على المشاركة ديالك وأنا يعني أنا بقي فيها الحل إنه كان بزاف ما يتقال يمكن نخصوش حلقة أخرى باش تكلموا في مواضع أخرى عند علاقة بهذا المرحلة التاريخية المهمة من تاريخ المغرب شي ساعد الفرر فعل جمعوي ونشط مدى الحق الإنسان كنشكرك على المشاركة ديالك وأنا أقول لكم إخوتي أخوتي إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج تيجي توك إلى ذلك الحين حسنا موسيقى موسيقى موسيقى